ومن موسكو ينضم إلينا بسام البني خبير الشؤون الروسية سيد بسام إذن كيف تنظر موسكو إلى هذا الانعقاد لحلف الناتو وما جاء فيه من اعتبار روسيا خطرا وعدوا وتهديدا له نظرة روسيا يفسرها كلام الرئيس بوتين حول قوله أنه لا يفهم إلى أي مدى يهدف وجود الناتو وما هو سبب وجوده فوجود الناتو كان ردا على أو في وقت كان هناك حلف وارسو وكان هناك إيديولوجيتين مختلفتين يعني الإيديولوجية الرئيس مالية والإيديولوجية الشيوعية اليوم لا يوجد كما قال الرئيس بوتين لا اتحاد سوفيتي ولا يوجد أيضا أي إيديولوجية وروسيا اليوم تمشي على طريق البرجوازية على طريقتها فلذلك روسيا لا ترى أن هناك سبب لوجود الناتو إلا هو أن يكون حلف مهيمن يهيمن على سروات الشعوب وعلى قرارات الدول ويهدد أمنها فالناتو اليوم يتقدم باتجاه الحدود الروسية ويهدف إلى تقصير عمر أو تقصير وقت وصول الصواريخ في حال قامت هجمة من الناتو على روسيا روسيا كل هذا الأمر تراقبه عن كسب وتعلم حق المعرفة أن هناك خلافات حادة في الناتو تنتظر إلى ماذا سيصلوا في البرجاتهم لكن الناتو يريد أن يجيز شعوبه هنا كيف يمكن أن ترد موسكو أو أن تفهم موسكو الدعوات التي جاءت من قبل حلف الناتو وعلى لسان ستولتنبرغ نفسه من أنه منفتح للحوار مع موسكو أي نوع من الحوار هذا؟ روسيا لم تتوقف يوما عن دعوتها للحوار مع الناتو روسيا دعت أمريكا لعدم الخروج من معاهدة الصواريخ المتوسطة المدى روسيا من كل يوم تقول أنه يجب ضبط النفس والوصول إلى اتفاقيات حول ضبط عملية انتشار السلاح في أوروبا وغيرها وفي العالم روسيا ضد التمدد في الأسلحة ولكن روسيا تعلم أن تحركات الناتو مؤشر على أنهم لا يريدون هم يقولون عسلا ويفعلون العكس الناتو يتقدم الناتو يحاصل روسيا اليوم بحيث أنه يدرس ضربة استباقية لروسيا هذا الأمر واضح ويناقشه المحللون الروس بشكل كبير جدا وينوهون إلى هذا الأمر كان في السابق الصاروخ يصل بمدة 15 إلى 20 دقيقة اليوم الصاروخ يصل في مدة 5 دقائق فقط يعني 5 دقائق ماذا سيبقى لروسيا أن تفكر أو للعسكري الروسي أو الخبير الروسي الذي يقف عند منصات الدفاع الاستراتيجية وقتا للرد زائد روسيا لذلك روسيا أصدرت منظومة الأسلحة الفوق الصوتية التي تخترق يعني كل الدفاعات التي يحصن الناتو نفسها بها اليوم روسيا متفوقة على الناتو في السلاح ورغم هذا الأمر تقول للناتو تعالوا لنتفق تعالوا لنعيش بسلام لكن الناتو يرفض هذا الأمر إذا كان رئيس الناتو يدعو روسيا للحوار فروسيا مستعدة للحوار سيد بسلام بعض التحليلات تقول أن الخلافات التي بين أعضاء حلف الناتو وبعضهم البعض قد تبدو أكبر من تلك التي بين حلف الناتو وروسيا ومن هنا فلا قيمة لمثل هذه التهديدات ما رأيك في هذا الطرح؟ هذا الأمر أكيد وطبيعي جدا فكثير من الأمثلة حول الخلافات في داخل الناتو هناك الخلاف الفرنسي الأمريكي تركي عفوا وهناك خلاف الفرنسي الأمريكي وهناك الخلاف لأوروبي بشكل عام مع الأمريكان الأمريكان يضغطون على الحلفاء ويقولون لهم إن لم تدفعوا لن ندافع عنكم ادفعوا لن ندافع عنكم ويقولون للخليج نفس الكلام يعني أمريكا تتصرف وكأنها هي صاحبة الناتو وبقية الحلفاء يجب أن يعني يلتزموا برغباتها هذا الأمر مرفوض بالنسبة لهم وأكبر دليل تملم المكرون وحديثه عن إنشاء جيش فرنسي يدافع عن أمن أوروبا يعني أمريكا ولت نفسها الشرطي المدافع عن العالم بأسره وهي التي تهاجم كل العالم في كل مكان أيضا أعطيني مثلا يعني انتصار واحد للناتو بعد سقوط حلف وارسو لم ينقصر الناتو في أي حرب سوى في الحرب الباردة الناتو شارك في عدة حروب وكانت النتائج كارسية والأمثلة كلنا نعرفها يعني من يغسلافيا إلى ليبيا إلى العراق إلى آخر نجد أن هناك خراب ودمار وويلات لذلك يعني هناك جنون عظمي لدى الأمريكان يريدون تجنيد الناتو كأنه هو يعني عصى في يديهم ويحاسبون من يشاءوا ويعاقبون من يشاءوا حتى ضمن الناتو نفسه يعني حتى حلفائهم نفسهم يعطون من يشاءوا الأسلحة ولا يعطون من يشاءوا الأسلحة ادفع نحميك هذا الأمر مرفوض ضمن الناتو نفسه وروسيا تراقب هذا الأمر عن كسب لكن روسيا استبقت الأمور وانتجت أسلحة فائقة السرعة أسلحة حديثة الخطر الحقيقي القائم هو خطر تسليح الفضاء روسيا لا تريد للفضاء أن يتم تسليحه لأن هذا سيؤدي إلى كارسة يوما ما هناك مثل روسي يقول إذا كانت البندقية على الحائط لابد أن تطلق النار يوما نعم شكرا لك بسامي البني خبير الشؤون الروسية من موسكو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر